ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون برئاسته وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري مطالبا لجان النقابية في رفع معاناة المواطنين وتطرق اللقاء الذي اضم مدراء عموم المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومندوب البنك المركزي بوادي حضرموت والصحراء إلى سبول إيجاد معالجات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة وأكد اللقاء الذي حضره أعضاء من مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال وادي حضرموت على تحريك الأجور والعلاوات المتوقفة منذ أعوام ويعادة النظر في مستحقات المتقاعدين وتفعيل الرقابة على الأسواق للحد من التلاعب بأسعار السلع أقر اللقاء تشكيل لجنة من المالية والخدمة المدنية والتأمينات ومندوب من اتحاد النقابات لاقتراح تدخل طارئ يساعد في رفع المعاناة عن المواطن ومناقشته مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة وفي اللقاء أشار الوكيل الكثير إلى أن الموازنة العامة للعام القادم 2021 لمديرية وادي حضرموت والصحراء تم الانتهاء منها ورفعها للجهات بالمركز وتضمنت العلاوات لسبع سنوات والتسويات حتى العام 2020 شكرا